أهلا بكم دعا قداسة البابا فرانسيس المجتمع الدولي إلى وضع حد لأنهار الدماء والدموع التي تجري في أوكرانيا مناشدا للجميع بتقديم المساعدة الإنسانية لأخواتنا وإخواتنا هناك إلى جانبي تأمين ممرات آمنة للأشخاص الهاربين من الخوف وآلة الحرب وقال قداسته بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان إن الأمر لا يتعلق بمجرد عملية عسكرية وإنما بحرب تزرع الموت والدمار والبؤس مشيرا إلى أن إعداد الضحايا تزداد على الدوام وكذلك عدد الأشخاص الذين يهربون ولا سيما الأمهات والأطفال وجدد قداسته الدعوة للجميع للصلاة والصوم على نية السلام في أوكرانيا والصلاة كذلك إلى أمنا العذراء سيدة السلام والبشرية